السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شباب ان شاء الله تكونوا بألف خير نكون اليوم مقطع جديد تحديات الأسبوع الثاني قبل ذلك مقطع تمنى دعمونا باشتراك القناة للاك في الفيديو وفعل جرس وخليكم معين وعن التحدي الأول يا شباب من تحديات الأسبوع الثاني بحكي لك استخدم حبل ثمن حبال انزلاق مختلفة عند منطقة السلطة كل عليك نحن ننزل عند منطقة السلطة هسا راح نروح ننزل عليها وعليك تستخدم ثمن حبال انزلاق بس مختلفة نفس الجيم او اكثر من جيم كل عليك تشوف المقطع وان دروح الهسا لحبال انزلاق وبس فخليكم مع باقي المقطع وارجعوا لي ترجمة نانسي قنقر وعن التحدي الثاني يا شباب مطلوب مننا ابحث عن سبع صناديق ذخيرة او صناديق عادية في منطقة شجيرات هولي كل عليك نزع منطقة شجيرات هولي وتبحث عن سبع صناديق كام نفس الجيم او اكثر من جيم فخليكم مع باقي المقطع عشان نشوف وين بعض مناطق الصناديق وبتخلصوا هذو اصلا يعني التحدي اعتبر سير بتخلصوا بنفس الجيم وانا انتقل للتحدي اللي بعده ترجمة نانسي قنقر والتحدي الثاني يا شباب مطلوب انك ابحث عن ثلاث عوامات ديتبول في منطقة الياخت كل عليك نتزع منطقة الياخت وتقوم بالبحث عن ثلاث عوامات ديتبول انا حسب التسريبات لقيت اربع مواقع لاماكن اللي هي عوامة ديتبول فاقول عليك نشوف وين هي هذول المواقع واحتمال كبير يكون فيه هذول الاربع انه في عوامة ديتبول فاقول عليك بس تاخد ثلاث فهذا المنطقة الرابعة انها مكان زياد هاي المكان الاول هون رح يكون ما رح تكون بينه لنا رح تظهر وقت التحدي بس بلش التحدي رح يظهر عندك اللي هي العوامة ديتبول وخلينا انتقل لسالة تحدي الثاني او التحدي الرابع بعد ما نشوف اماكن او مواقع عوامة ديتبول موسيقى 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 وعن التحدي الرابع يا شباب أسهل التحدي من تحديات سبوع اثناني هو بحكي لك أحرز هدف في ملعب قرض قدم عندنا متنزه السعادة كل عليك تنزع منطقة متنزه السعادة وتقوم بحراز هدف وتقوم آه سنحكي بلغة عربية الفصحة تمام كل عليك انك تيجي هون زيك بتاخذ الكرة شو مان وينا يلا برجنا اللعيب تمام آه عادي انسوا الحركات اللي عندي كل عليك انك تحرزوا هدف مثل هيك وهيك بتخلص التحدي الرابع بسهولة وسرعة خلال انتقل للتحدي اللي بعده وعننا التحدي الخامس يا شباب تحدي يعتبر سهل بس ممكن يكون صعب عند البعض الاخر اللي هو بحكي لك كن بتصفية الخصوم عند منطقة البحيرة الكسولة كل عليك نكنك تنزع منطقة البحيرة الكسولة وتقوم بتصفية ثلاث اشخاص كانه بنفس الجيم او اكثر من جيم يعطبن يعني نقول لكم تحدي蒸ه مباشر وبيمكانك تفوت في هذا التيم رمبل او دمدمت فديق زي ما بنحكي بالعربي يعني اوكي تمام وتقوم بتصفيتم زي ما قلت لك بنفس الجيم او اكثر من جيم هذا هو يعتبر من نسبة لتتحدي اللي شو هو الخامس خللي ننتقل للتحدي السادس وعننا التحدي السادس يا شباب كمان تيаемся يعتبر التحدي السيهل ومباشر كل عليك انك تفوت في هذا الجيم عادي اللي هو بحكي لك. قم اه بحراز ضربة بالرأس لتابع امين في عنده الاسطول الصغير. بقول عليك اه اللي تنزع منطقة الاسطول الصغيرة هسا الان هاي نزلتها. وكاليك انك تكون بس انك تضرب ضربة على هيتشوت زيك في الراس. ضربة واحدة. يعني مقدار عشرين هم بدهم. يعني اه تضرب ضربة واحدة. يعني خذ اي اسلاح بدك اياه. قم بحراز هزا الهدف. اي هزا الهدف. لا يضربة. بس هزا من نسبة للتحدي السادس. خلنا انتقل للتحدي السابع والاخير. وعننا التحدي السابع والاخير الشباب بحكي لك. اجمع او استهلك عناصر عند البستان. عليك انك تجمع اياه خمس حبات تفاح يعني او انك تستهلكهم. طريقة استهلاكهم انك بترمي حالك يعني بس الجميع احسن يعني اجمع معك. وهيك هزا بتخلصه هزا التحدي السابع والاخير اللي هو اصل تحدي كما نضع اعتبر من التحديات الموجودة عندنا. بس من قصر الناس توقع وش رايك ونسهل. طبعا. فهيك بكون خصة التحديات الاسبوع الثاني كامل. فكل ايكم تستعمونا باشتراك القناة لك لفيديو فقط جرس. كمان. لا تستخدم قدرت. ومشوا بشيش. يظاهر امامكم عشرة احطوا ولا لا. مو مشيش. وكل بعرفه. وخلينا نشوفكم بمقطع جديد. مقطع فيديو جديد او او اوكي. ومع السلامة بيس.